اشتركوا في القناة ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الكرع في الحوض قال باب الكرع في الحوض ثم ذكر إرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله باب أنت وأمي وهي ساعة حرة وهو يحول في حاءة له يعني الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإن لك رعنا ورجل يحول الماء في حاءة فقال الرجل رسول الله عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى العريش فسكب في قدح الماء ثم حلب عليه من جاجل له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه يذكر هنا الإمام البخاريح قال ما باب الكرع في الحول وبالتالي في هذه الواية كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل الأنصار معه وصاحبه له أن هذا الصاحب كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال رسول الله بأبي أنت أمي وهي ساعة حرة وهو يحول في حاط الله عن الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عندك ماء بات في شنة قلنا عشان هذا ماء رطب بارد ماء بارد وبيلنا أن الإنسان لا حرج أن يطلب الماء البارد والطعام اللذيذ المقابل ويشكر الرب سبحانه وتعالى البعض كده يفهم المسألة بصورة خطية وبالتالي على ذلك ينقطع عن هذه الملذات وتلك الطيبات وكأنها يحرم هذه الطيبات التي أحلى لنا ربنا سبحانه وتعالى فليس الزود في تحريم الحلال ليس الزود في تحريم الحلال أو الامتناء عن الطيبات ولكن لا ينشغل الإنسان بطلب هذا الأمر ولا يؤدي شكر هذه النعم لا يؤدي شكر هذه النعم مطلوب دائما نحن نتذكر نعم من رب سبحانه وتعالى علينا ثم نؤدي مقابل هذه النعم بشكر رب سبحانه وبمزيد من الطعاة والقربات يبقى طلب الماء البارد وإحنا مر علينا باب استعذاب الماء يطلب الماء الطيب يطلب الماء الطيب يطلب الماء البارد لا حرك في ذلك وبينا هذا سيضلب بشكر هيا لا يquarter الماء لا يحتاج التناول من ولا عن طريق اليد ولكن على ذلك يشرب مباشرة من فيه من الحوض يشرب بفيه من الحوض يبدأ يتكرع الماء أو يكرع الماء فيبقى قال باب الكرع في الحوض يعني يشرب بفمه من الحوض مباشرة ليس يتناول الماء بيدي ويشرب ولا يتناول بقدح ولكن على ذلك يبقى يضع فيه في الحوض ثم يكرع يشرب فقالوا إلا قرعنا ورجل حول الماء في حاقة فقال الرجل رسول الله عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى العريش فسكى ما في قدح ماء ثم حلب عليه من داجل له قلنا هذا يشيب اللبن بالماء يبقى خلط اللبن بالماء قلنا هذا لا حرك في الاستعمال الشخصي يبقى لما أستعمل هذا اللبن استعمالا شخصيا يبقى ممكن أضيف عليه إضافات ممكن أضيف عليه ماء يبقى كأنه بيخففه فكلام ده الاستعمال الشخصي لكن لا يحل الإنسان أن يضع على اللبن ماء ثم يبيعه إلا هذا غش ومن غشنا فليس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز في مسألة الاستعمال زي ما ورأنا كده يبقى جواز أن يكون هناك كلب صيد لكنها عن ثمن الكلب يبقى حفوز عليه إزاي ححص عليه إزاي يبقى عن طريق ده إلى ده الموساء لكن ليس هناك ثمن لذلك الكلب أنه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بانفرم بينا حكتين نهى عن ثمن الكلب يبقى ما فيش بيعه وشراء فيه ولكن في استعمالات لكلب الصيد أو المشيئة يبقى كلب الصيد أو المشيئة يبقى تحص عليه إزاي يبقى من غير باية يبقى من غير باية يبقى بانتفع حانتفع به ولكن من غير ما أن يكون لك بيع أو شراء فيه الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك فكذلك أيضا يبقى اللبن يبقى كمبيع يبقى هذا لبن دون أن يضع عليه الماء لكن صاحب الاستعمال ممكن يضع عليه الماء كما بينا ممكن يكون عنده مجموع من الأولاد لا يقوى أن يأتي باللبن دون أن يشب الماء لكثرة الأولاد يبقى فيه عليه إرهاق في هذا الأمر يعني فيه إرهاق وفيه مشقة عليه لا يستطيع أن يوفي لكل ولد كوبا منه اللبن إذ خالص فممكن يبقى يضع عليه ماء يكثر اللبن وبالتالي يعطي الأولاد أو أنه هو أراد أن يخفف اللبن يبقى ده لبن به دسامة وهو أراد أن يخفف هذه الدسامة فأضع عليه الماء يبقى المهم من الاستعمال الشخص لكن لا يحل أن يكون للبيع والشراء خالص جاء في قد حماء ثم حلب عليه من داجل له يبقى أشاه عنده فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب أبو بكر الصديق رضي الله الشهد من كده الكرع في الحون ثم ذكر ما بخدمة الصغار الكبار ما بخدمة الصغار الكبار ذكر فيه رواية عن أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على حي أسقيهم فعمومتي وأنا أصغر الفضيخ فقيل حرمة الخمر فقال كفئها فكفأنا قلت لأنس ما شربهم قال لطم وبصر فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمره فلم ينكر أنس رضي الله عنه وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ كانت الخمر المعبودة عندهم كانت كما مر علينا الوقت من البصر والطمر كانت من البصر والطمر خدمة الصغار الكبار ومعنى آخر خدمة هذا الصغير الحر للكبير يعني خدمة الصغار الكبار هل لابد أن يكون خادما أو أن يكون عبدا ولا ممكن أن يقوم هذا الحر بالخدمة على الآخرين فلذلك خدمة الصغار الكبار وخدمة الأحرار لغيرهم استعمال الحر يعني في الخدمة فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنت قائمة عن حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم على أساس أنهم هي مجموعة من الأنصار مش هي عمومة على النسب كده ولكن يعني كما هو معهود الصغير دايما يقول للكبير يا عم وهو لم يكن له بعم في النسب لكن يا عم يعني قال يا عم يبقى نقول الصغير يبقى في المنادات الكبيرة فيه توقير واحترام وجوازا يقول للرجل الكبير يا عم يبقى قال يا عم فقال عمومتي يبقى هو مش عمومة من نسب كده ولكن كما بيّن أبي بن كعب وغير أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه كل ذلط من الأنصار فقال عمومتي يبقى من باب أنه هو الصغير لما يوقر الكبير يقول يا عم فهل يطرأ كلمة دي تجوز يا بني تجوز تجوز لغير الولد لغير ابنك يبقى ده تجوز لغير ابنك فنقول يا ابني يبقى أساسي كبير ينادي على الصغير يا بني والصغير ينادي على كبير يا عم يبقى ما فيش حرك في ذلك الأمر قال لو أنا أصغرهم الفضيخ كان يسقي بالفضيخ قلنا هذه الفضيخ الزهو البصر يعني من الفضيخ الزهو فقيل حرمت الخامر فقال كفئها فكفأنا يبقى أبو طلحة رضي العنو رضي العنو قال له أهرقها فأهرقتها كفئها فأكفأها سكى بذلك ومشارة قلنا لأنه مر عليه ردل وقال أن الخامر قد حرمت فمباشرة قلنا أنهما القرار الفوري العهد ده عهد يعني فيه رجال عدول يعني لا يكذب أحدهم ولا يفتأت على ربي سبحانه وتعالى ولا على نبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما مر ردل وقال أن الخامر قد حرمت هم يعني لم ينتظروا كده حتى نقول طب نتأكد من الخبر نستوثق من ذلك الخبر نشر من لغاية لما يأتينا الخبر يقيم في هذه المسألة لا مباشرة كده مباشرة قلنا ده حياتهم كانت في الخام يعني حياتهم كانت في الخام إذا الخامر عندهم كان ماء عندنا فكان حياتهم في الخامر وكانوا يتجيروها في الخامر ولكن لما ورد الخبر منازلت الآيات التي تحرم الخامر ومر ذلك ردل وقال إن الخامر قد حرمت قال قم فقفئها قم فأريقها يعني مباشرة كده من غير تفكير يعني خلاص بينه وبالحرم يعني سد منية كانت حلالا كانت حلالا اللحظة لو كانوا يشوفوا فيها كانت حلالا يبقى لسه على الإباحة وبالتالي على ذلك قال حرمت خلاص بناء جدار كده بينه وبين الحرام لا يفكرون قلنا أنا دي نفوس مهيئة يعني الواحد لما يفكر سرعة الاستجابة وسرعة التطبيق بتأتي إزاي بتأتي نتيجة أنه دي نفوس هيئة يعني دي نفوس غرست فيها الإيمان وبالتالي على ذلك بعث لمن بيتحرك بسرعة ويحرك صاحبه يعني بعث الإيمان أول ما نزلت كده ده حرام حرام خلاص يبقى كانت حلالا وكانوا يحتسون القمر يشربون الخمر ولكن الآن أزوعت حرام فكم من كان في جوفه جرع من القمر قام وتقياءها رفضها يعني كان حالة الصحابة تشوف في الاستجابة سرعة الاستجابة تعلم كيف تمكن الإيمان من قلوبهم مسألة دي بتحتاج إلى علاج النفس عن طريق الإيمان فلما نعالج النفس عن طريق الإيمان ويبقى الإيمان كده نابط حي هنجد لما يأتيك الأمر مباشرة نقول على الفور بسهولة ويصر كده يطبق يعني وكأنه كانت حياته في الخمر أصبحت الآن الخمر يعني حيبدا عن حياتي في لحظة يعني طب التداري في لحظة ومشارة كده ده حال الصحابة في صرعة استجاباتهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي العنو فقال كفاء فكفاءنا فقلت الأنس ما شربهم قال الردون بصر فقال وقل الأنس وكانت خمرهم الخمر في الوقت دوت أساسا فلم ينكر أنس وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يوم إذن قال باب تغطية الإناء قال باب تغطية الإناء ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيع لكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم أو فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقة وأوكوا خرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وحسوبه قال ولو بعود تعرضه عليهم تغطية الإناء في جملة كده من الأداب إحنا بينا قولا ذلك أن السنة كلمت على كل جوانب حياة الإنسان يعني السنة مش هتكلم فقط على مسألة العبادات ولكن كلمة عن كل جوانب حياة الإنسان قلنا لأن الشريعة جاءت لكي تحكم كل جوانب حياة الإنسان يعني فيش أي جانب من جوانب حياة الإنسان كده خارج إطار العبودية كله داخل إطار العبودية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين أول من مبادرة طاعة العز وجل الآية دي ترجبتها جدا تجدها في السنة فالآية دي أنا عايز أحقق الآية الآية دي بتتكلم كده دي إجمال كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وذلك أمرت أنا مسلمين يعني بقول كده أن كل حياتي كل جوانب حياتي يعني سواء كان صغيرا أو كان كبيرا كل ده محكوم بالشريعة كل ده يعني معنى الكلام أن أنا عايز أرجع إلى الشريعة عشان أشوف تصرفي في أي بند من هذه المنطقة أو في أي جانب من جوانب حياتي كيف أتممه كيف أتممه والعلى ذكرنا قبل ذلك هم نتكلم في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يعني كان انطلاقه دائما من القرآن ولذلك لما قالوا عاشر هنم المعروف يبقى ده كلام إجمالي طب أنا أطبق كلام ده إزاي عايز أتصوره ارجع كده للسنة ارجع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية تبين لك كيف تحقق هذا البندة وهذا الأمر يبقى عاشر هنم المعروف دي كلمتين يعني المتين وأكد بتتكلم عن حياة زوجية كلها يبقى إزاي أنا عايش حياة زوجية إيه ضوابطها إيه قواعدها إيه مرتكز الحياة الزوجية إيه مرجعية الحياة الزوجية والنخص الحياة الزوجية دي الأسرة الأسرة المصغرة دي هي صورة مصغرة من المجتمع وإن المجتمع بيبنى من مجموعة دي الأسر دي اللبنات التي يبنى بها المجتمع كل لبنة كده فمش كل حجر يصلح أن يكون لبنة في الجدار مش كل حجر يصلح أن يكون لبنة في الجدار لابد من تسوية المترجم للقناة 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 هذا الحكم أو ما وراء هذا التوجيه والإرشاد. إيه اللي وراءه؟ دائماً كده حتجد أنه يبقى روابط المجتمع بتبقى قوية جداً. مجتمع مطاهر منزه. لا فيه أحقاد ولا ضغاء ولا شحناء ولا غير ذلك من الأمراض اللي هي لو وجدت في المجتمع لتفكك. يعني وجدت في المجتمع لتفكك. لكن ده مجتمع متحب ومتآلف نقول فيه ترابط. فيه تكافل. فيه تضامن. فيه تآذر. مجتمع مطاهر. مجتمع متين جداً. يعني متماسك بنيانه. بس ده مش هيجي كده مجتمع متماسك. مجرد أن إحنا هننتسب للإسلام. مش هيبقى مجتمع متماسك أبداً. إلا بتطبيقنا للإسلام. يعني لما نيجي نطبع الإسلام. يبقى من النتائج الوصول إلى مجتمع مترابط متماسك. متين البنيان. وإلا لما إحنا نترك أي توجيء أو إرشاد جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ممكن يكون من القوادح التي ممكن ينهدم أو يتصدع من خلالها البنيان. عشان كده انظر ما رأى ذلك. احنا قلنا هذه التواصل الاجتماعي بتاعنا بيتم إزاي. حق المسلم على المسلم. تتبع جناسته. تعود هذا المريض. تعود هذا المريض. وأيضا تشمت هذا العاطس. تلقي السلام. تجيب الدعوة. يبقى دي كلها المظاهر دي. نحن نطبعها كده. نحن نطبعها كده. دون أن ندقق النظر. ما في هذا التشريع. هذا التشريع حيوطد العلاقات بينه وبينه. حتى لو لم يكن هناك سابق معرفة. حتى لو لم يكن هناك سابق معرفة. حتى لو لم يكن هناك سابق معرفة. ولم يكن هناك سابق معرفة. ولم يكن هناك سابق معرفة. ولم يكن هناك سابق معرفة. ولكن هذا من خير خلال خسار الإسلام. أنت سابق على ما تعرف ولم تعرف. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس سلام خاصة. إذا مرت على قول. أعرف فلان السلام عليكم يا فلان. أقول لك. إذن تضيق وتحجل ذلك الواسع. فالإسلام جعل كده ننشئ علاقات فيما بيننا حتى لو يكون هناك سابق معرفة حتى لو يكون هناك مصاهرة أو نسب أو أي نوع منواع التعامل فتمر على قامة السلام عليكم فعلى ذلك نجد أفش السلام بينكم يبدأ نتاج إفشاء السلام مجتمع ومتحب لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السبيل يدخل الجنة عن طريق الإيمان والإيمان ده يبقى على أن يكون هناك تحابق بين أفراد المجتمع إيه اللي يترى عشان نتحابق بيننا إيه اللي نعمله أفش السلام بينكم فإفشاء السلام نتاجه إيه في محبة وفي ألفة وفي ترابط إفشاء السلام يعمل كده فلذلك خير وخصار الإسلام أن تسلم على من تعرف وأمن لا تعرف مررت على القوم انتبه بس المسألة محتاجة إلى انتباه ومحتاجة إلى تركيز ما نحن بمر على ناس ولكن عساك أنك لا تسلم على هؤلاء ده فيها إيه فيها حرمان من ثواب يعقد إليك من غير أي نوع من نوع التكلف ده يعني إيه اللي هيكلفني السلام بالعكس ده هو حينشئ مواد غلفة ومعرفة يعني لم يكنك سابق معرفة ولكن أصبحت في معرفة فبالإضافة أن أنت هنحصل على هذا الثواب وتلك الحسنات وإحنا بنسعل إيه إحنا زي التاجر كده التاجر بيسعل إيه بيسعى الربحية وبالتالي ربحيته بتتمثل في إيه جنيهات بيكتسبها من خلال التجارة ما إحنا بنسعى وردك الربحية ولكن العملة اللي إحنا نتعامل معه إيه؟ الحسنات إحنا بيه يبقى أنا نقول فيها كم حسنا يعني دي فيها حسنات يعني كأنك بتبيع بكام حبيع ده بكام حكسب هنا إيه اللي حكسبه هنا؟ يبقى حسنات دي العملة ودي العملة اللي إحنا نتعامل بها في الأخيرة ليس هناك سمة درهم ولا دي نار ولكن حسنات سيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم بداية الليل بداية دخول الليل ماذا نصنع؟ قال فكفوا صبيانكم كفوا صبيانكم على اللعب يبقى ده كلام ده ما بين المغرب والعشا إذا كان جنح الليل أو أمسيتم قال فكفوا صبيانكم لكفهم ليعلى اللعب في الطرق وكده يبقى ما تطرقش الأولاد يلعبون إيه السبب؟ إن الشياطين تنتجر حينئذ ده الوقت ده بتاع انبعث الشياطين والشياطين بقى كأن كل واحد كده يعني حياخذ مكانه بقى في الخدمة فيبقى ده الوقت اللي ينتشر في الشياطين فمخافة هو أن يكون هناك أي نوع نوع الإذاء يلحق أؤلاء الصبيان قال لا فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم أو فحلوهم يعني فخلوا هؤلاء تركهم بقى يعني ذهب الساعة من الليل يبقى ليش الليل بأكمالي ولكن دين في اللحظة في الوقت ده إذا كان جنح الليل أو أمسيته ساعة من الليل مش الساعة مقصود بها ساعة زمنية ستونة دقيقة ولكن برأة من الزمن فقيل أن هي من المغرب لغاية العشاء فخلوا سبيلهم ثم قال فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا نقول دي أمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا إلا الله سبحانه وتعالى فإحنا أنا محكم غلق الباب تماما وفيه ترابيس وفيه كذا وفيه كذا فيطمئن الإنسان يطمئن لكن ده في عدو ممكن يتسلل أنت ليه بنضع هذه المتاريس وليه بنغلق الباب بإحكام وإن حتى لا تسلل أحد من النصوص إلى داخل البيت فدكن أنت هنا لو لم تقل بسم الله على ذلك تركت الباب مفتوحا لكي يدخل منه ذلك العدو المبين يبقى ده أمر غيب لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بوحيا من الله تبارك وتعالى والشيطان لنا بالمرصاد يبقى إحنا بيعلمنا أيضا زي إحنا الشيطان عدو مبين يبقى يطرى ما دخله فيه يعني إزاي ممكن أن يدخل عندنا يبقى لما يأكل إنسان دون أن يقول بسم الله لما يطأ دون أن يقول بسم الله لما يغلق الباب دون أن يقول بسم الله ما قلنا ما قالش عند غلق الباب بسم الله أدرك المبيت الآن ما قالش بسم الله عند الطعام يبقى أدرك الطعام والشراب ما قالش بسم الله عند الجماع يجامع مع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى البسملة هين إيه اللي بيمنعه إيه اللي بيصده بسم الله يعني بسم الله دي ماذا تصنع حالة بين الشيطان وبين طعامك بسم الله فهيبقى أنا يعني يبقى متأكد من الكلمة وفاهم معناها مدرك مش عبارة عن كلمة كده اعتدت أن تجري على لساني عند الطعام عند الشراب عند غلق الباب اعتدت كده أن أنا مع كل بداية فعل أقول بسم الله لكن اعلم ما نتاج أو ثمار هذا الذكر ثمار هذا الذكر فلذلك قاله فأغلقوا لأبواب واذكروا بسم الله ليه يعني لما أغلق الباب كده من غير ما أقول بسم الله قال في الشيطان لا يفتحوا بابا مغلقا احنا أقوله باب المغلق يبقى خلاص ما أنا أغلقت الباب وفيه متاريس وأغلقته بإحكام شديد جدا فيبقى إيه يأمن أقول لك لا يبقى الباب لو لم يغلق ببسم الله يبقى منفذ الشيطان يبقى كأنك تركت الباب مفتوحا للشيطان عدم دخول الشيطان اللي يمنعه بسم الله عند غلق الباب يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدوق الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان يفتحوا بابا مغلقا لو أغلق بهذه الصورة وأوكاء وقربكم واذكروا اسم الله يبقى كا استقاء يبقى غلق إيه الاستقاء يبقى زي الإزازة المغية زي أي إناء إحنا بنضع فيه المال أو كاستقاء واذكروا اسم الله عليه إحنا بينا ليه ترى في استقاء كده وفي النهاية يقول ولو أن تعرضوا عليها شيئا يعني يبقى الغطى مش محكمه بس أنا لما أجي أغطيه يعني حطيت عليه شيء هو لم يحكم يعني اغطاءه بالكامل ولكن ده اللي عندي فعرضت كده شيء وقلت بسم الله هي الإناء مازال مكشوفا مكشوفا لكن البسملة تمنع هذا الوباء لو قدر ونزل في هذه الليلة أن ينزل في ذلك استقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بي لنا حتى العلة وأنا المطلوب مني كمسلم بيّن لنا العلة لم يبيّن لنا يعني إحنا نتعامل مع الكلام ده إزاي سمعنا ووطعنا قال استقاء واذكر اسم الله سمعنا ووطعنا غطوا لنا واذكر اسم الله سمعنا ووطعنا طب إيه العلة من كده أنا كمسلم عبد لله إحنا عمرنا بنبحث عن هلت هذا الأمر قلنا إحنا دلوقتي عندنا قواعد كده يعني نسغت فيه النفوس أو سطلت فيه نفوسنا أو حفرت فيه نفوسنا إن الشريعة دي جاءت تتحقيق مصالحي في العاجل والآجل وجاءت لكي تدفع عني المدار في العاجل والآجل يعني الكلام ده لما فعلا يعني تم حفره فيه النفوس خلاص فأنا عارف أي حكم من الأحكام افعل أو لا تفعل كل ده الصالح كل ده جاء لصيانة صيانة العبد وصيانة دين الإنسان صيانة الدنيا والدين وتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والدين ده يقيرا يبقى ده أول قاعدة كده مفترض تبقى منسوغة في النفوس كده مكتوبة فيه النفوس أن الشريعة جاءت لصالحي جاءت لكي تحقيق مصالح العبد في العاجل والآجل تدفع عنه المدار في العاجل والآجل يبقى لما قال لي أغلقوا الأوباء بسكوة صم الله يعني هو مبين ليش ليه يبقى سمعنا وأطعنا طب ليه يعني ما احنا أغلقناه فيه متارس وكده ده اللي هو بيجادل في شريعة رب سبحانه وتعالى أنت أساسا أنت لما يشهد الإنسان لرب سبحانه وتعالى وحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالله ورسالة العودية تقتدي إيه السمع والطاعة فيش منقشة ومش بأنا أساسا يعني متوقف على القبول والتطبيق لما أنا أعرف العلة من ذلك ده لو ذكر العلة فالحمد لله إلا ما ذكر العلة فالحمد لله سمعنا وأطعنا في كل الأحوال في كل الأحوال سوعة الاستجابة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوكو قرباكم ومذكور اسم الله وخمروا أن يتاكم ومذكور اسم الله بس ما لا بل المسمالة دي يعني هذه سد منيع بتحفظ الإنسان بتحفظ الإنسان فتحفظ الإنسان من الشيطان بتحفظ الإنسان يعني لو قدر أن يكون ذلك الوباء في تلك الليلة لا ينزل منه أوكو استقاء غطي ذلك ولو أنه يعرض للي عود أدي استواك وهو قال بسم الله ألم قال بسم الله يعني أي شيء بس هم حاجة يقول بسم الله طب ده لم يحكم الغطاء أساسا أو هذا الثقاء لكن هي البسمنة دفع لو قدر هذه الليلة أن ينزل ذلك الوباء من السماء يبقى لا يمر بإناء ليس على الغطاء ولا ثقاء ليس على الكائل ونزل فيه من ذلك رباء اللي حيمنعه يبقى بسم الله مانع أن ينزل ذلك لو قدر ونزل في تلك الليلة من ذلك قال وأطفيهم مصابيحكم مصابيح المقصود بها النار يعني مصابيح مش هو المصباح دهوة الكهربائي ولكن المصابيح اللي هي اللي هي النيران النيران فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي عدو الإنسان النار عدو الإنسان يبقى أطفيهم مصابيحكم أي النيران يبقى ما نسيبش شمع كده مقادة أو غير ذلك فأي شيء يبقى عند النوم يبقى طفي النيران النيران مش اللي هو الكهرباء لكن هو النيران وليك ليه النيران قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم الفويسقة اللي هي الفقرة الفقرة دي تيجي عند النار الشيطان يتفح إلى النيران فعلى ذلك النار تأتي إلى بدنها فعلى ذلك تحاول الهروب فتأتي على البيت بأكمله فيحترق في لحظة يحترق في لحظة يبقى تضرب على أهل البيت بيتهم توقض عليهم النيران بسرعة تنتشر للنيران النيران أمسكت في جسدها وأن الشيطان يدفع دفعا فتمسك النار في بدنها وبالتالي تسعى في البيت فرارا وبالتالي النار تأتي على كل البيت يبقى هذه النيران عدو للإنسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دي نفعة لنا نفعة يبقى نفعة في نطق الطعام وغير ذلك لكن أنت عبد مأمور والشريعة جاءت لحفظ الإنسان حفظ الإنسان كنا نعلم أن الفويسيقة تدرع على البيت بيتهم حتى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رواية أخرى عن جامل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتفئ المصابيح إذا رقدتهم يبدل مطلوبه امتى عند الرقود بعد النوم تتفئ المصابيح اللي هي النيران وغلقوا الأبواب أو كستيق الأسقية خلقوا الطعام والشرام وحسنوا قال ولو بعود تعرضه علي لو بعود كده تضع عليه وتقول بسم الله قال باب اختناث الأسقية باب اختناث الأسقية وباب الشرب من فم السقاء قال باب الشرب من فم السقاء وباب اختناث الأسقية قال في رواية عن أبو سعيد الخضرية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفوهوها فيشرب منها يبقى دي صورة لها عنها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما الماء يكون مثلا في قربة كده من الجلد فلاحظة ما يشرب بيكسر الفم بتاعها كده بيكسره يبقى قال لها عن اختلاث الأسقائيات الاختلاث قال أن تكسر أفوهو فيشرب منها تكسر يعني مش تكسر يعني تقطع لكن هي كانت قانية أولاء من الجلود يضعونها في الماء والتالي ما يشرب حيتنيها كده منه ده يبقى بيكسرها كده أو ده اختلاث الأسقائيات نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى عن الزرية قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدرية رضي العين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاث الأسقائيات قال عبد الله قال معمر وغيره وهو الشرب من أفواهية يبقى إحنا بنكسرها كده ونشرب من أفواهية إذن قال الشرب بفم استقاء سواء كانت أفواهية ممكن تكسر أو لا ممكن يكونش في الجلد يبقى الجلد يتناسب معها كتصر هذا اختلاث الأسقائيات يبقى تكسر أفواهها عند الشرب يبقى تتنى كده ده الجلد طب هو مش جلد زجاجة كده فانهى عن الشرب من فم استقاء شربش كده من الإزازة كده يعني حتى لا تقذر ذلك على غيرك نقوله ونهى عن ذلك لأنه ممكن ما فيه هوام فيه ما يؤذي الإنسان لكن ده ممكن زجاجة شفافة فأنا شايف اللي جواها أساساً لكنها أن يشرى الإنسان من فم استقاء لأنه ممكن يعني يدفع الماء فممكن يصاب الإنسان بإذى إما أن يدفع الماء كده يشرأ الإنسان وإنما يدفع الماء بقوة إلى المعدة ممكن يبقى وردك كده تؤذي الإنسان ممكن لما تدفع الماء لما الواحد يشرب كده ويدفع الماء ويأتي إلى أنف الإنسان في الحالة دي يعني لا يستطيع أخذ النافسه لكن بالإضافة أيضا هو ممكن يعني يقذر هذا الماء على غيره لأنه لما بيشرب كده فبيعود جزء من الماء فيه هذا الإنسان إلى يبقى الاستقاء مرة ثانية فيقذره على غيره يبقى ممكن إحنا هنصب فيه كوب ونشرب منه نشرب منه طبعا لو فيه بيبقى البعض كده بيجي يشرب نشربش بفيه استقاء ولكن بيفحها وبيصب الباء فيه فيه نقول ما فيه شيء لكن هي أسانا لو وضع فم الاستقاء على فيه فبينقاف أنه هو يرجع جزء من الماء من فمه إلى الزجاجة مرة ثانية فيقذر ذلك على غيره فقال باب الشرب من فم الاستقاء فذكر رواية عن أيوب رحمة الله قال أنا أكلمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بأبو غريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم القربة صلى الله عليه وسلم كمناء عن اختناس الأشرب يبقى نهى طب النهى يبقى إيه؟ يبقى خلاص النهى دايما كده يحمله أنه يبقى فعله ممنوعة وقالوا يترك كراهة تنزهية طب الكراهة تحميله فيه نهى ابعده يبقى الواحد كده يوطن نفسه نهى النبي صلى الله سعى كذا أقل ما فيها يبقى فيها الكراهة حتى ابعد لأن الكراهة دي مدخل إلى فعل الحرام مدخل لما الإنسان كده يستهيم بفعل المكرهات يدخل بعد كده يقع فيه المحرمات فلذلك نهى أول ما تسمع نهى يبقى نشح نقول لله طب النهى ده للتحريم ولا للقراهة تنزهية هناك من قال قراهة تنزهية هناك من قال للتحريم مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ إبقى الابتعاد عنه أمر يبقى يقتالي أن Data نفعل يبقى الواحد كده موطن نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إفعله كده سمعنا وعطعنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعطعنا تطبيق الفوري ده كان حالي الصحابة رضي الله عنه هل أنت شفت الصحابة يتدولون كده دي كاراتها بزي ولا كارات تحريمية ده قزده كده وقزده كده على طول التطبيق الفوري التطبيق الفوري يعني أنت ظنك بالصحابة رضي العلم لما سمع هذا الكلام لما ناهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه استقاء أنت شايف الصحابة تصور كده الصحابة في تطبيقهم لذلك كيف كانوا تطبيقون تجدلوا تجذبوا الحديث كده والبعض قال والبعض قال وأنهم على طول الابتعاد مع الأمر امتثال مع الناي ابتعاد يعني ما يقولش والله ده كان للقراها ولا للتحريم ما يقولش ده كان للناد ولا كان للوجوب لا أمر نفعل سواء كان واجبا أو مندوبا الصحابة رضي العلم يعني ده كان مبدأهم وده كان صور التعامل للصحابة مع شريك ربيه صلى الله عليه وسلم ناهى ما نقولش بقى ناهي كرارة زية وقال لا ده الكلام ده حدث بعض الصحابة رضي العلم كلام ده حدث بعض الصحابة كانش عندهم بقى ده ما يفرقوش ما بين المندوب والواجب فرقوش ما بين المكروه والمحرم ده ورد بالسغة النهي يبقى الابتعاد ده ورد بسنة الأمر كان التطبيق حتى لو كان هو أمر إرشاد أو أمر لندب الاستحباب كانش الصحابة رضي العلم يقسموا كده ويبدأ يوزعوا الكلام بهذه الصورة ندب الاستحباب يبقى ما نفعلهوش لأن أفعل أو لا أفعل أفعل أخذ السواب ما فعلتش خلاص يبقى ده مفهوم هذا المندوب عند الناس مفهوم السنة عند الناس الكراها يبقى ده كراها يعني مش تحريم يبقى كأنه لا يأثب وبالتالي يتجرع على فعليها من اللي قالك أنه أنت لا تزال القادة مع ذلك ثم يدخل في باب الحرار عشان كده ينتبه الإنسان تماما نهي يبتعد عنه أمر قم بامتثالي من غير ما أنت تسأل كده ده للتحريم والقرارة تنزهية طب ده للندب الاستحباب ولا ليه الفرضية يبقى امتثل للأوامر واكتنب النواهي قال باب النهي عن التنفس في الإناء قال باب النهي عن التنفس في الإناء ذكر في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيميني وإذا تمسح أحدكم فلا تمسح بيميني الباب التالي أيضا قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ذكر في رواية عن ثمام بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في النهي مرتين أو ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة يبقى نهي عن التنفس في النهي والشرب بنفسين أو ثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس شرابي ثلاثة الفن من الأمرين وطرى لأنه نهي عن التنفس في النهي وأيضا نقف على صورة شرب النبي صلى الله عليه وسلم نرجع ذلك وإذن الله سبحانه وتعالى لمرة قادمة نكتب ذلك القدر أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر